اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حضور رسمي وعدد كبير من السياسيين والشخصيات الوطنية وجمهور غفير من المواطنين رحلت ايقونة تونس رحلت سيدة النظالات رحلت لكن ستبقى بيننا خالدة بمواقفها الثابتة حول الديمقراطية والكلمة الحرة هكذا نعاها رفاقها في النظال تونس لين تودع سيدة الديمقراطية ابنة تونس البارة ايقونة النظال الوطني امرأة اعطات بدون حساب ضحات بكل ما تملك انتصارا لقضايا الحق والحرية والعدل في بلادنا هناك جانب يهمنا نحن كصحفيين هو دفاحة عن حرية الرأي والتعبير وتجسد هذا سواء في جريدة الموقف التي كانت في فترة من فترات منبر لا منبر له في عهد الدكتاتورية وكذلك الامر في مساندتها المطلقة لنقابة الصحفيين وسط حضور مهيب من السياسيين والشخصيات الوطنية والمواطني والذين احبوا ما يجرب لنضالتها في خدمة هذا البلد شيع جثمانها الى مثواها الاخير بمقبرة رادس حضور شهدت تحول كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد النصر الى منزل عائلة الفقيدة المناظلة لتقديم واجب العزاء ومواساة العائلة في هذا المصاب الجلل مستحذرين نضالات الفقيدة ومسيرتها في خدمة تونس والدفاع على قيم الديمقراطية نضالت على اخلاق عالية جدا يعني على عكس البعض كانت نقاشاتها وصراحاتها واختلافاتها مع الناس كانت دايما وابدت تحترم حق الآخر في بداء رأيه مناظلة نفتقدها اليوم الله يرحمها والله يصبر نقول تونس المي الجريبي إن شاء الله تبقى حية الذكرى متاحها فيما بيننا إن شاء الله نقدروا نضالاتها إن شاء الله معناها نحتسبها اللي هي مناظلة صادقة ونحتسبها اللي هي معناها الضحاء تضحيات كبيرة ياسر إن شاء الله الناس تتبع الطريقة ذاية وتتبع الطريق معناها النضال وتكون وفية المبادل ما ينرد من أجلها سأعتزل السياسة عندما أفارق هذه الحياة كلمات من يجريبي وهي تصارع المرض لتفارقنا وهي على العهد وتبقى ذكرى بمواقفها والثبات على المبدأ رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدة تنتبع لجيش البحر قامت ظهر اليوم بإجراء 11 بحارا تونسيا بعد غرق مركبهم مثل صدمه فجر اليوم من قبل باخيرة تجارية على بعد 13 كم من جزيرة جلطة وأكاد ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع على قيد بالحسن الوصلاتي أن باخيرة تجارية ثانية قريبة من مكان الحادث قامت بإنقاذهم وتسليمهم لجيش البحر وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت حيث تكفلت الحماية المدنية بنقل أربعة مصابين منهم إلى المستشفى الجهوي ببنزرت في حين تكفل الحرس الوطني بالمكان بفتح تحقيق النأف الغرض وفي شأن الأمن عثرت وحدات الحرس البحري بالمهدية خلال القيام بعملية تمشيطا بسواحل المهدية على 30 كيلوغراما من مادة القنب الهندي داخل كيسا بلاستيكية 300 صفيحة من القنب الهندي أو ما يسمى الزطلة بوزن يعادل 30 كيلوغرام من هذه المادة تم العثور عليها من قبل وحدة الحرس البحري بالمهدية دورية البحرية أمس إثناء عملية تمشيط بسواحل المهدية اشتبهت في جرم بحري بتفتيش متعاوه وتثبت بين أنه يحتوي على 30 كيلوغرام من القنب الهندي تقريب بعد حكاية 3 أميال بحرية حكاية 6 كيلو متر بعد مرجعة نياب لممية تم فتح محضر تحقيقي من طرف المركز البحري بالمهدية على إثر التحريات لتبين التفاصيل العملية هذه العملية النوعية التي تندرج في إطار سلسلة من الحاملات الأمنية التي تقوم بها وحدة المنطقة البحرية بالمهدية تؤكد من جديد مدى حرس ويقظة الأمن التونسي من أجل الحد من كل أشكال الجريمة احتضنت مدينة الثقافة ليلة أمس سلسلة من الأنشطة الثقافية أحيات عادات وتقاليد ولاية تطوين وتندرج هذه العروض في إطار تظاهرات ليالي الجهات التي برمجتها وزارة الشؤون الثقافية للجهات الداخلية على إيقاع الطبي والمزمار انطلقت سهرة ولاية تطوين هذه سهرة التي تندرج ضمن فعاليات تظاهرات ليالي الجهات كانت فرصة لأحل ولاية تطوين من إبراز إبداعات في شتى المجلات الفنية واستعراض لأعادات وتقاليد هذه الهبوعة هذه اللوحات الفرجوية الرقصة والتي تبرز جزءاً من التراث الموسيقى الشعبي في الولاية ترتبط بأفراح الأجداد منها بالخصوص أزفافة وهي مناسبة لها أكلتها الخاصة وقد كانت حاضرة في هذه السهرة إلى جانب أكلات أخرى من مطبخ تطوين ولأن الأفراح لها أزياؤها الخاصة فقد جاء بعض رجال ونسائيات الولاية وهم موشفون بأزياء تقليدية متبع يعاد تعكسوا فكراً وسلوكاً وقنعاً في اللوقات كانت في فصل الصيف في السخانة في الشتى عندنا الوزراء مثلاً فهمتها والبرنوس يدل على طابع الأناقة متاع أهنك بل وشهام متاعهم مرجين حرير صوف تقليدي 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 والحمد لله يا ربي أننا محافظين عليه الجمهور الذي جاء للتعرف على مصرح التطوين وشعرها وموسيقاها وليباسها وأكلها كان غفير العدد ومن مختلف الأشياء وشنو عجبك في المعرض هذا الماكلة اللبسة شنو عجبك؟ اللبسة خارشي وردي محلية حانو مذهبوا دونك جلبوه الألوان معاتها دونك جميلة ياسر بلادنا بكلها محلية التراث هذا يجب أن يكون مناسبة يجب أن يكون ديما موجود في تونس ويجب أن الناس اللي تنمشي غادي والناس اللي بالغادي جي لهنا ويقع ثم الناس كل تطلع على تراث تونسي غني ياسر ومن المنتظر أن تعرض أربع ولايات أخرى تراثها بمدينة الثقافة خلال شهر رمضان على أن تتمكن باقي الولايات من ذلك بعد هذا الشهر الكريم تكتسي هذه السهرة أهمية بالغة لأنها تبرز من جهة لا مركزية الثقافة وتشير من جهة أخرى إلى ثراء التراث المادي واللمادي للجهات مما يجعل من كل واحدة منها وجهة سياحية ترقب معاول التلفز الوطنية التونسية مدينة الثقافة للقفة التقليدية التونسية خصوصيتها التي تميزها فإضافة لكونها جزء لا يتجازأ من عاداتنا رغم اندثارها في السنوات الأخيرة من البيوت التونسية فإن في استعمالها أيضا حفاظ على البيئة في جابس المعروف بصناعاتها التقليدية والحرفية يحافظ الأهالي على استعمال القفة خاصة في شهر رمضان يزداد بجابس خلال شهر رمضان المبارك الإقبال على شراء القفة التقليدية ويحرص التجار على عرض الجديد من هذا المنتوج التقليدي الإقتمام يزيد في رمضان بحكم أن التونسي كل يتوجه إلى المرشي معناها وفاهي كيف في هذه القفة يدخل في تقليدنا وعاداتنا فما تول عنا الصعف عنا الصمار اللي هو هاكا مغادي معناها ما بين ثنعة الحامة وبين ثنعة المطوية هذا من دوزة نوع اللي عنا في جابس بالعكس تول الكفاف دخل فيهم ديزاين جديدة ولنا نخمو فيهم ديزاكا ما كما لنساكا ما هكا معناها دي موتيف جدد تخلنا دي معناها دخلنا فيه ابتكارات جديدة ما زي امتحها انها طبيعية وانها تزي بزيت وحاجة معناه امتحها انها جديمة معناه اسمها ياسر دي ما تبقى باهي القفة خير منها البلاستيك وخير من الدنيا كلها العديد من المواطنين يحرصون على اقتناه هذه القفة وهي تدخل في استعداداتهم لشهر رمضان المعظم شريط القفة لومي وساتني هذه تقضي عليها لابتك يبدأ عنده القفة متاعه اسهل ونحفظه على البيئة متاعنا وكن سنسو صغارنا بالعادة هذه تكون حاجة به يا زادا القفة متاعها وهراء لكن القفة القبسية وهراء الواحد فهمني حتى يقضي قضية فهمني يبدو متفرهد يحط لقضية متاعها فهمني ما اضيعش ما انا قداش المرة فهمني نقضي قضية فهمني ما عنديش القفة اضطيح تحسينات عديدة ادخلت على هذه القفة التقليدية زادتها رونقا وجمالا القفة التقليدية تعد من اهم الاختصاصات الحرفية ضمن صناعة الالياف النباتية التي تشتهر بها ولاية جيبس العمل في اقسام الاستعجال في مختلف المستشفيات زمن موعد الافطار يستمر بشكل عادي وربما ترتفع وطيرته اذ تتجند الإطارات الطبية وشبه الطبية للسهر على تقديم الخدمات الطبية للحالات الصحية الطريقة قسم الاستعجال في مستشفى شرنيكل بالعاصمة نموذج تحول اليه فريق الاخبار ونقل صورة ما يحدث هناك وقت الافطار هكذا يتدخل الإطار الطبي والشبه الطبي لتقديم الفحوصات لشخص تعرض لحادث مرور قديم إلى القسم الاستعجلي بمستشفى شرنيكل دقاء قبل موعد الافطار في ثالث أيام رمضان وهكذا كانت الصورة داخل القسم قبل موعد الافطار حيث لم يوجد سوى بعض النزلاء من المرضى المصابين بأمراض مزمنة بالنسبة لزوار القسم الاستعجلي من المرضى ومرافقهم اختلفت نظرتهم لنوعية الخدمات الصحية المقدمة بين من هو راض عليها وبين من مل طول الانتظار حتى يأتي دوره في العلاجة هاو والدي قاعدة قاعدة أنا من جمش نقف به هاو مش هاو والدي قاعدة إن شاء الله يعدونا في ساعة بركوليدش برا نمدوم لوحين هنا نصليل معاش يرجانس هاو بيك ملقيش مشكلة الذي يقول أن القسم يستقبل ما يقربه 400 مريض يوميا يؤكد أن سير العمل بالقسم زمن الإفطار في الشهر الكريم ليس استثناء وأنه مجند لتقديم الخدمة الصحية للمريض على الرغم من قلة المعدات الطبية في بعض الأحيان وقت شقا الفاتر نبدأ متأهبي نجي شي حالة مع أنتها متع أكسيدون غراف متع حاجة مع أنتها الحاجات الغراف تجي ما وقت شقا الفاتر نبدأ ولكلنا متأهبي هذه هي الحاجة البرتكولية وبعد شقا الفاتر يكثر الدبي متجندين أكثر من العادة تاقم الطبي والشبه الطبي لهنا في الأقسام الاستعجالية كما تعرفوا في رمضان ثم نوعية معينة من الأمراض التي تكثر أكثر سيرتوا بالنسبة للناس الأمراض السكري بالنسبة للحوادث العبات والتي تجري في الكيسات بشيخة طوال شقا الفتر ويجيونا حتى قبل شقا الفتر نس كل متجندين لهنا هذه الصور ليست سوى عينة من مشاهد اليوميات العاملين في القسم الاستعجالي بمستشفى شارنيكول زمن الإفطار خلال شهر الكريم ومهما يكون من أمر فأن المشهد في قسم الاستعجالي يختزل في رأي الطبيب يقدر أنه أكثر من حريص على تقديم الخدمة الصحية للمريض على الرغم من نقص في التجهيزات أحيانا ورأي مريض أو مرافق له يقدر أنه بحاجة للتدخل العلاجي في الإبان من أجل سلامة صحته نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليلة أمس وقفة تضامنية مع شعب الفلسطيني تحت شعار نساء تونس مع فلسطين وقد رفعت خلال الوقف التي انتظمت أمام المسرح البلدي بالعاصمة شعارات تؤكد المثاندة لمشروط لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتفريط أو التفاوض وفي أخبارنا الدولية تنطلق غدا بالعاصمة الجزائرية أشغال الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر في إطار متابعة مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايدة سبسي وأعلن تونس لتسوية السياسية الشاملة في ليبيا ويشارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية خميس أج هنوي يقدم الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية كل من تونس وجزائر ومصر الذي تنطلق أشغاله غدا بالعاصمة الجزائرية يقدم مناسبة لاستعراض تطورات الوضع السياسي في ليبيا منذ الاجتماع الوزرية الثالث بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل مساندة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا ولتدارس جملة من الأفكار بخصوص السبل الكافلة بإعطاء دفع جديد للمسار التسوية السياسية في هذا البلد الشقيق على أساس الاتفاق السياسي الموقع بسخيرات في المغرب في ديسمبر من سنة 15 وألفين وبالتوازي من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي بنيويورك غدا ليتسلم إحاطة من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلم حول تعديل الاتفاق السياسي الليبي وتقييم مدى تطبيق المخطط الأممي للخروج من الأزمة في ليبيا ومن المقرر أيضا أن يساجل تدخل لرئيسي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال ندوات عبر الفيديو يتطرق فيه للمسار السياسي في ليبيا لا سيما المتعلق بتنظيم استفتاء حول دستور جديد والتحضيرات الجارية تحسبا للانتخابات التشريعية ورئاسية التي تأمال الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية السنة وكانت عملية تحيين القائمات الانتخابية في ليبيا التي استكمنت في مارس الماضي قد سمحت بتسجيل مليون ناخب جديد ينضفون إلى سجل سنة 14 أو 2000 الذي كان يضم حوالي مليون ونصف مليون ناخب مسجل قال مسؤولنا فلسطيني رئيس محمود عباس دخل مستشفى في الضفة الغربية بسبب مضاعفات جراحة صغيرة أجريت له الأسبوع الماضي وفق ما نقلته وسائل أعلامة وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس المستشفى في غضون أسبوع وكالة الأنباء الفلسطينية وفق قالت أن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثة ثم خرجها بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية ولفترة وجيزة ليلة سبتة وفاد مسؤول فلسطيني في رمالة بأن عباس عاد إلى المستشفى في وقت لاحق يوم الأحد بسبب ارتفاع درجة حرارته وبناء على نصيحة الأطباء هذا وقد نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية بعد ظهر اليوم عن المدير الطبي للمستشفى الاستشاري قوله أن نتائج الفحوص الطبية التي أجرها عباس يوم الأحد جيدة وحالته الصحية منطمئنة في انتخابات رياسية مبكرة تجريد تجرى في دورة واحدة توجه اليوم الناخبون في فنزويلا إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط مقاطعة المعارضة وغياب منافس جدي وسط مقاطعة المعارضة توجه الناخبون في فنزويلا اليوم إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة ومن المتوقع في هذا الاستحقاق الانتخابي المثير للجدل أن يفوز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو سائق الحافلة السابقا والبالغ من العمر خمسة وخمسين عاما بسهولة فيبدو حسب مراقبين أن الطريق معبد أمام الرئيس المنتهي ولايته بعد منع اثنين من أبرز منافسه من الترشح وسيطرة موالين له على مؤسسات الدولة واتت هذه الانتخابات وسط اتهامات فنزويلا للولايات المتحدة بالعدوان عليها باستخدام عقوبات جديدة ضد كبار مسؤولي حكومتها لتخريب الانتخابات الرئاسية مادورو الذي يبدو متحديا لكل الضغوط والاتهامات ويسعى للفوز بفترة ولاية ثانية تستمر ست سنوات يصف نفسه بأنه ابن رئيس الراحل هو جوتشافاز ويقول إنه يحارب خطة امبريالية للقضاء على الاشتراكية والهيمة والثروة الطبيعية للبلد العضو في أوباك فيما يقول معارضوه إن الزعيم اليساري دمر اقتصاد البلاد الذي كان ذات يوم منتعشا وقمع المعارضة بلا رحمة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا هو التي تهتي وسط أزمة اقتصادية خانقة رئيسها الجديد تنتظره تحديات كبرى في بلد يشهد معادلات متزايدة من سوء التغذية والجوع وارتفاع معادلات التضخم والهجرة نتيجة لخمسة أعوام من الرقود الاقتصادي وتراجع الانتاج النفطي والعقوبات الأمريكية وفي كوبا يتواصل الحداد على ضحايا أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود أسفلت عن مقتل 110 أشخاص عقب تحطم طائرة بعيد أقلاعها من العاصمة هفانا في رحلة داخلية يتواصل في كوبا تنكيس الأعلام حدادا على ضحايا أسوأ كارثة جوية يشهدها قطاع الطيران الكوبية منذ ثلاثة عقود وأسفلت عن مقتل 110 أشخاص في حادث تحطم الطائرة من نوع بوينغ 737 جرت تصنيعها قبل 39 عاما وسقطت الطائرة التي كانت تقل 105 ركاب بالإضافة إلى أفراد الطاقم سقطت ظهر الجمعة في منطقة غير مأهولة بعيد إقلاعها في رحلة داخلية من العاصمة الكوبية هفانا باتجاه مدينة هولغين شرقية البلاد وأكدت السلطات الكوبية العثورة على أحد الصندوقين الأسودين في حالة جيدة مراجحة العثور على الصندوق الثاني في غضون الساعات المقبلة في الأثناء أعلنت المكسيك إرسال فريق من خبرائها لمساعدة السلطات الكوبية في التحقيقات وتعيد ظروف الحادث إلى الأذهان أسوأ كريثة تحطم شهدتها الشركة ذاتها قبل نحو 30 عاما في سبتمبر عام 1989 عقب تحطم طائرة لدى إقلاعها من هفانا باتجاه إيطاليا ما أدى إلى مقته 126 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إيطاليون بالإضافة إلى 45 قتيلا كانوا على الأرض ويعود آخر حادث جوي في كوبا إلى أذريل العام الماضي حين تحطم الطائرة تابعة للقوات المسلحة الكوبية وفي أخبار الرياضة وعلى إثر أحداث العنف التي جدت في المباراة الفاصلة من أجل بقاف الرابط المحترف الأولى والتي جمعت اتحاد بن جردان بالقوافل الرياضية بقفصة وانسحاب القوافل قررت الجامعة التونسية لكرة القدم تكوين لجنة منبثقة عن المكتب الجامعي للنظر في الملف كما قررت الجامعة دعوة قوافل قفصة يوم الاثنين المقبل على الساعة العاشرة والنصف صباحا واتحاد بن جردان على الساعة الواحدة والنصف ظهرا فيما تمت كذلك دعوة طاقم التحكيم والمراقب والمناصق العام للاستماع إليهم يوم الثلاثاء القادم بهدف تجميع المعطيات واتخاذ القرارات المناسبة استعدادا لخوض غمار المونديال الروسي استأنف المنتخب الوطني لكورات القدم تحذيراته بالدخول في تربص مغلق يسبق السفر نحو البرتغال لمواجهة المنتخب البرتغالي وديا بحضور 20 لاعبا من أصل 29 وجه لهم المدرب نبيل معلول الدعوة للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التحذيرات للمونديال استهل النصور وقرتاج تربصهم المغلق عبر إجراء حصة تدريبية بالملعب الأولمبي بالمنزه حصة تم خلالها التركيز على الجانب البدني للاعبين قبل الخوض في المسائر التكتيكية عالينا كان كل واحد يوري المستوى اللي يليق بيه ويليق معناها بالدعوة هذه الجددية موجودة سكي يسير نستحفظ على بعضنا نتعرف في بريودة ذي كلها برشة إسابات لذي نحاولوا معناه بستحفظوا شوي على بعضنا وإن شاء الله ربي يوافقنا بولا بش نشوفوا روحنا وين وصلنا إن شاء الله من الكوب دموند وبيذن الله ما انت اللي بشيعت البلوس أكفر في المنتخب ما انت هو اللي بشوقات البلوس أكفر في المنتخب البرتغالي استعدادات العناصر الوطنية للحدث العالمي ستتغللها ثلاث مباريات ودية وأولها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري أمام المنتخب البرتغالي في مواجهة تعتبر اختبارا جديا لأبناء معلول خاصة وأن مجموعة المنتخب في المنديال تضم العملاقين البلجيكي والإنجليزي منتخب البرتغالي معنا منتخب كبير وعنده تقاليد متاع لكن إن شاء الله بقدرة ربي شنالبع الحضوض متاعنا بقدرة ربي على شليه إن شاء الله النور ومعنتها تونس وعلى شليه إن شاء الله نطمئ بش نفوز إن شاء الله تحذيراتنا مش تكون كالعادة مش نحضره ماتشوينة ماتش مش تخلينا نخدم على رواحنا من هنا الماتش وإن شاء الله ربي معنا نشاء الله نعمل نتيجة به ومن المنتظر أن يكتمل نصاب اللاعبين مساء غد بالتحاق جميع العناصر على أن تكون التمارين بنسق حصة واحدة في اليوم إلى حدود يوم الجمعة موعد السفر نحو مدينة براغا البرتغالية يخوذ نادي الإفريق بعد قليل ثاني مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب الأندية الأبطال عندما يلاقي نادي الوئام الموريطاني بداية من التاسعة وخمسين دقيقة في مدينة جدة السعودية يذكر أن فريق ببججيد يمتلك نقطة واحدة في رصيده بالمجموعة الأولى بتعادله في الجولة الأولى مع الفيصل السعودي بهدفين لمثلهم وصل نجم سحي تصدر مرحلة تتويج من البطولة الوطنية لكرة الياد إثر فوزه في الجولة الرابعة على مضيفه مكارم المهدية بثمانية وعشرين هدفاً لسبعة وعشرين مواسعاً بذلك الفارق إلى نقطتين مع ملاحقه تراجي رياضي المتعادل مع النادي الأفريقي في درب العاصمة بخمسة وعشرين هدفاً لخمسة وعشرين وبالملوف الأندلسي ومختارات من المدونة الموسيقية التونسية الأصيلة افتتحت ليلة أمس فرقة راشدية الدورة الثانية لتظاهرة ليالي متحف باردو بهذه الوصلات من الملوف الأندلسي ومختارات من المدونة الموسيقية التونسية الأصيلة افتتحت فرقة راشدية الدورة الثانية لتظاهرة ليالي متحف باردو المهرجين هيدا ليالي متحف باردو انقطعت يمكن سينوية الفارتة لكن رجع ورجع بالراشدية وراشدية مدرسة عريقة وجمعية كبيرة وكان لشرف بش كنت ضمن المجموعة الصوتية ثم كعازف تاو كمشرف على المجموعة الصوتية هيدا يزيدني مسؤولية وإن شاء الله ليلة طبق الفاني يكون متنوع نحن يزمنا نشجعو الصغار بش معانت ديما تقعد الموسيقى متاعنا وتورث متاعنا ديما حيضة نغني وزوز أغاني من تراث من جهة نابل وحبينا نجربوا هكاية فالتجربة كانت حلوة وتفعل معها الجمهور أنا مواذب للراشدية من عام 59 دونك ما نفلت شي فرقة تبدع على حقيقة وترجعنا للمتن الموسيقي التونسي وبالتالي ما تجب تكون كالناشحة كل مرة نحضر لها ويستحفونا عجبتني ان شاء الله ديما يكملوا هكا عطيم صحة وراث انتعنا وآصلتنا وحاجة تمسنا حلوة على الأخر يعطيهم الصحة ان شاء الله ديما هكا الحديقة الأندلوسية هذا الفضاء الصحر التابع للمتحف الوطني بباردو والذي احتضن السهرة تم التهيئته ليكون مركز اشعاعا حضاري وثقافي وفني بنا معاك كالتحية تراث والتنمية الثقافية بالتعاون عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمهد الوطني التراث احياء الفضاء هذا لمزيد تثمين الموقع وتعريف به أكثر الهدف منه انه تكون الفضاءات المحيطة كما الفضاء هذا معناها مجال للعرض للعرض الثقافي العرض اللي فيه مستوى جمالي ومستوى فني معين نيالي متحف باردو ستتواصل سهراتها مع الفن الراقي وسيتجدد اللقاء مع عشاق الطرب التونسي في عرضا لحسن الدهماني وعرضا آخر لألفا بالرمضان بهذا وصلنا إلى ختم نشرتنا مشاهدين الكرام وهذا تذكير بعنوينها تشيع جثمين المناظل ما يجريب إلى مثوه الأخير وحضور رسمي وشعبي في وداعها الأخير ولاية تطوين تفتتق سلسلة ليالي الجهاد بمدينة الثقافة بعروض فرجوية تختزل موروثها الثقافية اجتماع تشاوري تونسي جزائري مصري بشأن الملف الليبي واجتماع لمجلس الأمن غدان يبحثوا خارطة طريقا أممي للخروج من الأزمة الليبية ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزاءات تونسية شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء